أهلاً أحبائنا مشاهدينا رح نتكلم عن أنواع التبرير قبل ما نفوت في الحلقة بحب أقدم دكتور سامح عزيز خادم الإنجيل رجل الله هو يعني أجمعها بكلمتين هو التلميذ للكلمة ومعلم للكلمة وإحنا متبركين طبعاً في وجودك معنا دكتور سامح أهلاً وسهلاً فيك في برنامج ليك النور شكراً يا أستيس نظار وشكراً من أجل الدعوة الجميلة للمشاركة مع حضرتك بالكلمة ربنا يباركك شرف لي شرف لينا يا دكتور الحلقة اللي مضت اتكلمت عن كيف يتبرر وشرحت لنا شوي إذا ممكن بس يمكن للناس اللي ما شاهدت وأنا بشجعك فعلاً بشجعك أنك ترجع وتشاهد الحلقة الأولى تعطين هيك ولو ملخص بسيط عن الفكرة اتكلمنا بفكرتين الفكرة الأولانية أنا محتاج للتبرير قدام الله لأني مذنب واتكلمنا إدراكي أن أنا مذنب نتيجة لعمل وتبكيت الروح القدس وإقناعي أن أنا مخطئ قدام الله بالضبط زي ما وكيل النيابة بيقوم بدور إقناع للمجرم اللي ارتكب شيء ضد القانون إنه في الآخر يقول أنا مذنب فنفس القصة إحنا أخطأنا فأنا مذنب قدام الله فأنا محتاج لنعمة الله ورحمة الله إنه يبررني دي أول فكرة تكلمنا عنها الفكرة الثانية تكلمنا يعني معنى التبرير يعني الله يبررني واتفاجنا إنه هو في حاجة تشبيه من البنوك تشبيه من البنوك جاله الرسول بوليس في رسالة روميا أصحى أربعة إنه أخذ خطيائي من حسابي وأضاف البر إلى حسابي وجلنا التشبيه الجميل كأنه واحد راح عمل مشروع واستدان من البنك مبلغ كبير وعمل المشروع بعد كده المشروع فسد احترق خرم فبيجي ما ديون للبنك بمبلغ ما فراح شخص غني ذهب للبنك سد ديونه ووضع له رصيد فجلنا معنى التبرير إن الله أخذ خطيائي من حسابي اللي هي الديون وأضاف برا إلى حسابي فأصبحت جدامه بار حكمت المحكمة السماوية أن سامح المذنب المودان الذي يستحق الهلاك والدينونة حكمت المحكمة أنه بار أي لم يرتكب ولا خطيئة بالعكس عمل كل شيء صح وبطريقة قانونية اشتركوا في القناة